الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أعلم أن هناك قلوبا تهفو إلى بيت الله وإلى فريدة الله وإلى العمرة لكنها حيل بينها وبين هذا لكونها لا تستطيع وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الحج على المستطيع فقط قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ويوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قام الأقرع ابن عابس قال يا رسول الله أكل عام فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر السؤال ثلاثا حتى قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لواجبا ولم استطعتم الحج مر فمن زاد فهو تطوع أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن ما باله غير المستطيعين من أمثالنا أقول غير المستطيع يمكنه أن يتحصل على أجور الحج والعمرة ببعض الأعمال اليسيرة منها أيها الأحبة الكرام نيته الصادقة وشوقه الحار قرر الدائم إلى أداء الحج والعمرة مع عدم استطاعته ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النية الصادقة والشوق إلى العمل الصالح يكتب للعبد بهذه النية وبهذا الشوق أجر العمل قال عليه الصالح الذي لم يستطعه بعدم استطاعته قال عليه الصلاة والسلام حينما غزى بجماعة من أصحابه إن بالمدينة أقواما إن بالمدينة أقواما حبسهم العذر عن أن يكونوا في الغزو مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما نزلتم منزلا ولا خطوا مواديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر ليه شاركوهم الأجر؟ قال حبسهم العذر ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيدوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فهؤلاء وأمثالهم من غير المستطيعين يكتب لهم الله عز وجل أجر العمل الصالح الذي لم يستطيعوه بنيتهم الصادقة وبشوقهم الحار إلى كل عمل صالح يرجوه والعبد إذا مرض أو سافر يتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا بقيما فبهذا يتحصل العبد على أجر الحج والعمرة بنيته الصادقة وشوقه الجارف نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم أجر الحج والعمرة إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر